يوتيوب أزرق أبلو يوتيوب بتاريخ 23-2 2022 سؤال موجه إلي باللهجة العامية سؤال من العراق قد وردني بصيغة فيديو الذي وجه السؤال إلي وجهه إلي بصيغة فيديو سأعرض الفيديو عليكم أتمنى عليكم أن تقرأوا الرسالة الفيديو يتجاوز الدقائق الثلاث رجاء أعرض لنا الفيديو موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 قطعاً صانع الحمير هو المرجع السافل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخطر يأتي من التشكيلات الفكرية الاقل خطر خطراً في واقعنا انها لا تبتني على فكر هذه تجمعات بدائية تجمعات تجمعات التي تشكلها واما ان يكون ان يكون العناد والصراع فيما بين القبائل اشتركوا في القبائل اشتركوا في القناة هناك ايجابيات في هذه التشكيلات العشائرية انا لا انكر هذه الايجابيات الايجابيات موجودة في كل مكان لكن الحديث عن السلبيات كم هو عدد السلبيات وما قيمة ايجابيات قليلة بالقياس الى سلبيات كثيرة على اي حال انا لا اريد ان اناقش هذا الموضوع في هذه العجالة ولست مهتما بمناقشته انما اجيب على سؤال السائل فاعود الى قولي من ان التشكيلات العشائرية هي الاقل ضررا واكثر منها ضررا الميليشيات المسلحة الميليشيات المسلحة هي الاخرى لا تملك فكرا ربما يكون قائدها يملك فكرا معينا وهم يتبعون قائدهم لكن الميليشيات بشكل عام يجمعها السلاح والرواتب وبعض المصالح الشخصية لا يوجد فكر الفكر يكون عند قادتها فقط ولذا فهي تأتي في الضرر بعد العشائر لأن القيادات عندها فكر أما شيخ العشائر فما عندهم من فكر أصلاً يتحركون يتحركون على أساسه يتحركون على أساسه بعد الميليشيات تأتينا تأتينا الأحزاب القطبية لأن الأحزاب القطبية عندها فكر والفكر أكثر خطراً من السلاح وأكثر خطراً من التخلف العشائري حتى لو كانت هذه الأحزاب لا تمتلك جماهيراً لكنها تمتلك فكراً قطبياً قذراً فهي أخطر من الميليشيات وأخطر من التشكيلات العشائرية الأخطر من الأحزاب هذه التجمعات الحسينية الفاسدة هذه التشكيلات الحسينية التي يشكلها السياسيون يشكلها كبار الأثرياء كي تكون وسيلة لتحقيق مآربهم في العراق مثلاً يوجد الآن حسينيات مواكب تشكيلات يختفي وراءها سياسيون إما تنظيمات أو أفراد ويختفي وراءها ما يختفي من مصالح تجار كبار يجعلون يجعلون من هذه التشكيلات الحسينية مصائد وكمائن كي يصل إلى أهدافهم وأغراضهم هذه أخطر من الأحزاب القطبية لأنهم يوظفون أقدس مشروع إنه مشروع الحسين يوظفونه لصالح هذه المرجعية أو لتحقيق مصالح ابن المرجع الفلاني أو لتحقيق أهداف ذلك السياسي أكان فرداً أم كان حزباً إلى غير ذلك أو ربما في بعض الأحيان لتحقيق المصالح التجارية الشخصية لإقامة علاقات مع شخصيات ينتفعون من خلالها أن يصلوا إلى مآربهم المالية هذه المجموعات هي الأخطر أخطر من الأحزاب القطبية وأخطر من الميليشيات المسلحة وأخطر من التكتلات العشائرية التي يوظفها المراجع وتوظفها الأحزاب القطبية لتحقيق مآربها ومصالحها عبر صناعة الحمير الديخيين من أفراد تلك العشائر بمساعدة شيوخ العشائر الأخطر من التشكيلات الحسينية الفاسدة الحكومة الفاسدة الحكومة الفاسدة هي التي تتحكم بكل ذلك الحكومة هي الأخطر ولأن الحكومة بالنتيجة تعتمد على كل هذه المجموعات أيضاً توظف التكتلات العشائرية والتشكيلات العشائرية توظف الميليشيات توظف الأحزاب توظف هذه التشكيلات الحسينية الحكومة هي الأخطر حينما تكون متعاضدة متعاونة متواصلة مع كل هذه التشكيلات الفاسدة لكن هؤلاء جميعاً ابتداءاً من الحكومة الفاسدة وانتهاءاً بالتشكيلات العشائرية لا يشكلون شيئاً يذكر من الفساد في مواجهة المشروع المهدوي لا يشكلون شيئاً الخطر الأكبر المراجع الفساد الأكبر المراجع الحكومة مع كل هذه التشكيلات لا يشكلون جزءاً يسيراً من واحد بالمئة أما الخطر والضرر والفساد عند المراجع تسعة تسعة وتسعون بالمئة فاصلة تسعة وتسعون فاصلة تسعة وتسعون فاصلة تسعة وتسعون وما بقي للحكومة والتشكيلات الأخرى الفساد الفساد كل الفساد والضرر كل الضرر وصانع الحمار الديخي المراجع وعلى رأسهم المرجع الأعلى قطعاً لا أتحدث عن السيستاني بشكل خاص إنما أشير إلى السيستاني لأنه هو المرجع الأعلى حالياً وأي شخص سيكون في مكانه الخطر هو الخطر هذا ما هو تقييمي؟ هذا تقييم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تقييم إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه من هنا جاء فهمي وجاء جوابي وجاء بياني فهذا جواب سؤالك مع خالصي تحياتي وأمنياتي وأعيد قراءة السؤال من اللي يخلي الشيعي مطي أكثر الالتزام العشائري لو المرجع السافل لو اثمينات هم مشتركين بصنع الحمار الديخي اللي يركب علي المرجع الجواب إنه المرجع 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 كل مشكلتنا عند هؤلاء البقية يكونون مادة أولية يصنعها المرجع حميرا ديخي رجاء رجاء أتحفون أتحفوني أنا أولا ثانيا وأتحف المشاهدين ثانيا بالوثيقة الدخية المباركة ما لدي أجيب الأسماء راحت قال لي أدع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لها الأخ البابل ما توصل للنوبة هي قال توصل اطمئنم تركبهم يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عبارته واحد من الأعلاق أتحفل خمسة قال لي لا تستعجب موش دارها قلنا تركب يعني خلاقا أغامي شيني كما تقول خلاقا أغامي شيني تبغل أبوكا حالة أسنو فقوش ديخ فعلا ديخ ونص عبارته كنا على تفاول كلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسماء قال تركب مثل ما تركبك نعم تركب 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 موسيقى